اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصة والمزايدات في جلسته الاسبوعية مناقصة لشركة تطوير للبترول لتوريد ادوات التعويم المستخدمة في حفر ابار النفط والغاز في عقد زمني لمدة خمس سنوات وتنافست على المناقصة اربع شركات وتقدمت شركة هالبرتون العالمية المحدودة باقل العطاءات بقيمة 4.948 مليون دولار ويتضمن العقد الزمني على توريد معدات التعويم في حفر ابار النفط والغاز للسنوات الخمس القادمة لتلبية احتياجات مملكة البحرين وذلك فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الحالية والمرتبطة بهدف زيادة انتاج النفط والغاز لتلبية متطلبات المملكة المستقبلية وضمان استمرارية الصيانة للابار الحالية من جانب اخر فتح مجلس المناقصة مناقصة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري لدعم الخرائط القومية ثلاثية الابعاد لمملكة البحرين الجزء الف تحديث الخرائط الوطنية وتنافست على المناقصة ثلاث شركات وتقدمت شركة RMSI Private Limited بأقل العطاءات بقيمة 251.680 ألف دينار بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في برصة البحرين لهذا الأسبوع 740.855 دينار بحريني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 3.161.143 سهم أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 76 صفقة التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع 15.855.713 سهما ووحدة وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها 3.704.274 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 378 صفقة تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 29 شركة ارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في حين انخفضت أسعار أسهم سبع شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبات الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية والآن مشاهدين نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية قفز ترتيب السعودية على مؤشر حوكمة المساهمين أحد المؤشرات الخاصة بالسوق المالية إلى المركز الثاني عالميا وفقا لتقرير التنفسي العالمي 2019 وحسب هيئة السوق المالية السعودية جاء هذا الترتيب المتقدم بعد أن قفزت السعودية ثلاث مراكز على مؤشر حوكمة المساهمين بعد أن كانت في المرتبة الخامسة عالميا في 2018 وأوضحت أن السعودية حققت تقدما ملحوظا في العديد من المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية في تقرير التنفسي العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وبشكل عام قفز ترتيب السعودية في تقرير التنفسي العالمي إلى المركز 36 مقارنة بالمرتبة 39 في تقرير عام 2018 فرضت الحكومة المصرية رسومة وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح و16% على البليت خام الحديد وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناع المصرية وجاء القرار نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من موجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 ملايين إلى 7.5 مليون طن سنويا وأوضح البيان أن فترة ثلاث سنوات تشمل تدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر إبريل من العام الجاري مما يعني أن القرار سينتهي العمل به في إبريل 2022 استقرت معدلات التضخم في السودان عند 53.13% لشهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي وهي قراءة أغسطس 2019 نفسها وأرجع بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أسباب استقار التضخم إلى ثبات أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات وانخفاض أسعار اللحوم خلال الشهر الماضي وأكد البيان أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ خلال شهر سبتمبر 51.3% وهي أكبر من القراءة التي سجلها في أغسطس عند 50.39% وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري إبقاء معدل التضخم في حدود 27% من الناتج المحلي الإجمالي مشاهدين النشرة الأقصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أمريكا تعتزم إصدار ترخيص تخفف القيود على توريد سلع غير حساسة لشركات هواوي الصينية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات التجارة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين سارت على خير وعلى ما يرام وأن الجانبين أجريا مناقشات أجيدة جدا وكان ترامب يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض بعد أن اجتمع مفاوضون أمريكيون وصينيون كبار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو لمحاولة تخفيف حرب تجارية مريرة مضى عليها 15 شهرا وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الخميس أنه سيلتقي بمبعوث التجارة الصيني وسط مساعي البلدين لاستئناف المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية المتصاعدة بينهما أعلن ماريو سنتينيو رئيس منطقة اليورو أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وفقوا على تفاصيل ميزانيت صغيرة لمنطقة اليورو للاستثمار والإصلاحات وستدخل حيث التنفيذ عام 2021 وقال ماريو أنه بات للاتحاد دعمة جديدة لدعم اليورو وستبلغ موازنة منطقة اليورو نحو 17 مليار يورو لدعم الإصلاح المالي في الاتحاد الأوروبي بدلا من 25 مليارا التي أوصت بها المفاوضية الأوروبية في بروكسل ووافقت حكومات منطقة اليورو أيضا على أنها قد تزيد هذا الحجم من خلال اتفاقية حكومية دولية مع تفاصيل يتم فرزها قبل بدء ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة طاولة الأجل عام 2021 كشفت بيانات عن أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في أغسطس الماضي ما يعزز توقعات بأن تراجعا في قطاع صناعات التحويلية سيدفع أكبر اقتصاد أوروبي نحو الركود وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية انخفضت 1.8% على أساس شهري بينما زادت الواردات 0.5% وتقلص الفائد التجاري إلى 18.1 مليار يورو مقارنة بـ 20.2 مليار يورو المعدل صعودا في الشهر السابق والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعهد الرئيسية موسيقى موسيقى وفي آخر أخبار الاقتصادية ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة ستصدر قريبا ترخيصة تيح لبعض الشركات الأمريكية توريد سلع غير حساسة لشركة هواوي صينية في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون كبار من البلدين في الأسبوع الحالي للسئناف محادثات تجارية وأدرجات الولايات المتحدة هواوي تكنولوجيز أكبر مصنعين لمعدات الاتصالات في العالم في قائمة تجارية سوداء منذ مايو الماضي بعد انهيار محادثات تجارية بين واشنطن وبكين وتقول الولايات المتحدة إن الشركة يمكنها التجسس على العملاء وهو ما تنفيه هواوي